كار وفر بين الجيش العراقي وقوات الحشد الشعبي من جهة وتنظيم داعش من جهة أخرى في معارك الموصل في نينوة وقد استطاع الجيش العراقي تحرير جزء ليس بصغير من المناطق في محافظة نينوة النائبة في البرلمان العراقي ساجد الأفندي تتفائل بالأوضاع الحالية وتأمل تحرير نينوة في وقت ليس ببعيد لم يبقى إلا تقريبا ثلث محافظة نينوة بس السبب التأخير بأن هناك أناس محاصرون داخل محافظة نينوة القوات الأمنية والطيران لا تستطيع التحرك بسرعة تفاديا لوقوع خسائر لدى المدنيين تستعد الأفندي مع عدد من النائبات في البرلمان العراقي لمرحلة ما بعد تحرير المنطقة من تنظيم داعش للحد من التبعات السلبية التي سببها هذا التنظيم الإرهابي نحن التسع برلمانيات من نينوة من كافة المكونات والطوائف والأقليات للسلم المجتمعي لما بعد التحرير سيبدأ برنامجنا في كيفية أو آلية اجتناب المجتمع الموصل أو محافظة نينوة الاقتتال الطائفي والتناحر الطائفي وكذلك إنقاذ النساء وخصوصا نعرف أن هناك نساء تعرضنا للسبي لدينا مشكلة المدارس هناك مجموعة من الأطفال انحرموا من الدراسة لمدة سنتين منهم من كان نازحا وتركت دراسة لأسباب أقصادية ومنهم بقية تحت سيطرة داعش درسة على منهاج الإرهاب والتكفير وهذه يحتاج إلى أدخالهم إلى دورات لمسح هذه الأفكار هي مبادرة إنسانية من برلمانيات يتحملن مسؤولياتهن الإنسانية والاجتماعية أمام أبناء بلدهن ويعملن لمحاربة فكر هذا التنظيم الإرهابي وانعكاساته على المجتمع العراقي وتبقى هذه المبادرة رهن المعارك والتسويات السياسية والعسكرية التي قد توصل العراقيين إلى تحرير بلدهم